موسيقى لبنانيون يخلون منازل ومؤسسات تجارية من قرى حدودية جنوبية بتأمين من الجيش واليونيفل صحة غزة تعلن مقتل أربعة وستين فلسطينيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ومقتل خمسة بغارة إسرائيلية على مواقع لتعبئة الوقود انطلاق الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسة التونسية وحملة المرشح الموقوف العياج مال تبدأ حملتها مجلس النواب يكشف عن نقاط الخلاف حول أزمة المصرف المركزية وتراجع لصادرات النفط الليبية حياكم الله مع تصاعد القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل بدأ الجيش اللبناني بالتعاون مع قوة اليونيفل الدولية عملية إخلاء آمن للمنازل والمؤسسات التجارية من قرى الحدود الجنوبية لضمان عدم التعرض للقصف أو الغرات الإسرائيلية إذ تأتي هذه الصور في وقت نفى فيه حزب الله أمس إصدار أوامر بإخلاء قرى جنوبية وفق ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية انتقال إلى غزة إذ أعلنت وزارة الصحة عن سقوط أربعة وستين قتيلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإصابة نحو مائة وخمسة وخمسين في غارات إسرائيلية وفي الأثناء قتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مواقع لتعبئة الوقود وقد نفى الدفاع المدني في غزة أن تكون مراكز الوقود التابعة له قد أعلنت عن نقص شديد في الوقود الخاص بتشغيل مركبات ومعدات الدفاع المدني نظم الجيش لإسرائيل جولة للصحفيين في الشريط الحدودي جنوبية غزة وأظهرت اللقطات لمحة نادرة عن مدينة رفح الواقع جنوب غزة وممر في لدلف وقد كشفت الصور عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت صحة غزة أن 83 من المستلزمات الطبية في المستشفيات و74% من الأدوية المنقذة للحياة غير متوافرة وأضافت أن الكثير من المستلزمات الطبية الأساسية على وشك النفذ إلى ذلك أفاد إعلام فلسطيني بارتفاع عدد القتل إثر استداف غارة إسرائيلية منزلا في حي التفاح شرقية مدينة غزة إلى تسعة بينهم أطفال ونساء وقد أدى قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خانيون الزنوبية قطاع غزة إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين وفي الأثماء استهدفت غارة أخرى روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من النازحين ذكرت صحيفة تلغارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلية بدأ تحقيقا فيما نشرته صحيفة جوش كرونيكل عن معلومات استخباراتية مرتبطة بحركة حماس وأكدت الصحيفة التي أشارت إلى استعداد قائد حركة حماس حي السنوار الهروب لإيران ومعه الرهائن الإسرائيليون إضافة لتقرير آخر نشرته الصحيفة قدم وصفا تفصيليا لعملية مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طاران وهو تقرير أيضا شككت فيه صحيفة الجارديان البريطانية وشككت في دقته انتقال إلى الأخبار الميدانية وينضم إلي من دار البلح وسط قطع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت إليك أسامة نعم يعني منذ ساعات لم يرصد سوى استهداف الجيش الإسرائيلي للمنطقة الغربية لمدينة رفع حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يركز على تدمير المنازل في المنطقة الغربية من مدينة رفع تحديدا في منطقة حي تل السلطان والحي السعودي ومنطقة تبنى ومنطقة البرازيل هذه المناطق والأحياء التي تعتبر ثقل السكاني في غرب مدينة رفع الآن تتعرض لقصف مدفع عنيف بالإضافة لعمليات نسف على مدار الساعة لمربعات سكانية في هذه المنطقة الجيش بات ينتقل من مربع إلى مربع ومن منزل إلى منزل في هذه المنطقة وتشاهد ألسنة الدخام في المنطقة الغربية من مدينة خانيونس لأن الجيش الإسرائيلي ما زال يركز على المنطقة الغربية والمنطقة الوسط أيضا لمدينة رفع في ظل أن الجيش أيضا بات ينشر بشكل يومي عمليات تشييد شارع في المنطقة الحدودية تحديدا في محور في لادلفيا الحدودي مع الجانب المصري الجيش الإسرائيلي قام هناك سواتر ترابية لحمية هذا الشارع وهذا المحور وسط مركز كبير للدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة الحدودية من هذه المنطقة ينطلق دائما في ساعات الصباح باتجاه هذه المنازل ويقوم بعمليات تفجير المربعات السكنية في هذه المنطقة وفي ساعات أيضا في ساعات الليل يقوم بعمليات قصف من الطيران الحرب الإسرائيلي لهذه المنازل الموجودة في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية أيضا لمدينة رفع أزمة كبيرة هنا في مناطق متفرقة في قطاع غزة وتتمثل في منع إدخال عدد كبير من الشاحنات المساعدات إلى سكان قطاع غزة ومن المعروف أن كل السكان أو غالبيتهم يعتمدوا اعتماد كله على الشاحنات المساعدات التي تصل إلى مناطق جنوب قطاع غزة خاصة وأن في هذه المنطقة أكثر من مليون ونصف نازح متواجدين في المنطقة الغربية من مدينة دير البلح ومن المنطقة الغربية أيضا لمدينة خانيوس الجيش الإسرائيلي منذ السيطرة الكاملة على معبر رفح ومعبر كرمى مسالم التجاري لم يدخل ولم يسمح بإدخال الشاحنات كما كان قبل السيطرة الكاملة على مدينة رفح وبالتالي عشرات فقط عشرات الشاحنات تدخل إلى قطاع غزة ومن المعروف أن العائلات الموجودة في الخيام وفي مدارس الإواء كانت تتلقى مساعدة أسبوعية من إدارة هذه المؤسسات ومن إدارة هذه المدارس وإدارة مراكز الإواء تتلقى هذه المساعدة وتعتاش عليها لمدة أسبوع كامل سواء كامل من المعلبات من البقوليات من أساسيات الحياة والبقاء على قيد الحياة ولكن الآن بالكاد الأسرة الواحدة تحصل على مساعدة غذائية مرة واحدة كل شهر وفي بعض الأوقات قد تحصل على هذه المساعدة مرة كل شهرين في ظل منع الجيش الإسرائيلي إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى السكان خاصة في مناطق جنوب قطاع غزة أما في مناطق الشمال أيضا باتت جيش الإسرائيلي يقلص هذه الشاحنات والتي كانت تدخل من حاجز إيرز في أقصى منطقة شمال قطاع غزة قلص عدد كبير من هذه الشاحنات الواردة إلى السكان والبالغ عددهما يقارب من ربع مليون مواطن متواجدين في مدينة غزة وشمال قطاع طيب أيضا أسامة ماذا عن وطيرة الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية نتحدث بطبيعة الحال عن حماس والجيش الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية باتت تركز ضرباتها خلال الفترة الأخيرة على أماكن تواجد الدبابات الإسرائيلية وأماكن تمركز قيادة الجيش الإسرائيلي وغالما كائما دائما تنشر البيانات وتصل إلى آخر البيانات من الفصائل الفلسطينية سواء كان من حركة حماس أو من حركة الجهاد الإسلامي من الأجرح العسكرية الباقية نتحدث عن استهداف دائم لمنطقة محور فلادلفيا ومن مقرات قيادة الجيش الإسرائيلي يتم استهدافها بشكل يومي خاصة وأن هذه الأماكن يبدو أنها مكشوفة للفصائل الفلسطينية ويتم إطلاق صواريخ باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفع تحديدا في المنطقة الشرقية وأيضا الفصائل الفلسطينية باتت تركز ضرباتها بشكل كبير جدا على مقرات قيادة الجيش الإسرائيل في محور نتسريم الجيش قبل عدة أشهر قال أنه أقام أربعة مواقع عسكرية إسرائيلية كبيرة في محور نتسريم لإدارة المعركة في منطقة غزة والشمال القطاع وباتت الفصائل تستهدف هذه المواقع بشكل دائم وخلال الفترات الأخيرة الماضية كان هناك سقوط عدد من القتل الإسرائيليين خلال هذا الاستهداف كان استهداف مباشر للجنود الإسرائيليين بعد إطلاق قذائف الهوم باتجاه المواقع العسكرية الموجودة في محور نتسريم وبالتالي باتت الجيش الإسرائيلي خلال الفترات الأخيرة الماضية وحتى هذا اليوم يقوم بعمليات تمشيط وإقامة منطقة عازلة محيطة في محور نتسريم من أجل تأمين الجنود الإسرائيليين المتواجدين في هذه المنطقة شكرا جزيلا من دار البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت تصعيد صباحي لافت شهدته الجبهة الشمالية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان في ظل إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ التي طالت صفد وبحيرة طبرية صحيفة معاريف قالت إن عشرات الصواريخ قد أطلقت نحو صفد والمصية بعد إطلاق خمسة صواريخ ليلا على المنطقة نفسها وقد أكد مراسل الحدث استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد وأشارت صحيفة معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي طالب سكان المستوطنات في الجالين لأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية فيما أعلن اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت على صفد وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سينفذ مناورات في لبنان يشارك فيها اللواء المدرع من جانبها كشفت صحيفة إسرائيلي هيوم أن عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان قد طالت مناطق لم يتم إخلاؤها ترجمة نانسي قنقر معي مباشرة من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر أهلا ومرحبا بك محمود لو نلقي الضوء على تطورات الأوضاع الميدانية بما يجاورها ويتزامن معها حول تلك التقارير أو الصور التي شاهدناها والمتعلقة بإخلاء مناطق في الجنوب اللبناني ساعة دوي في الجليل الأعلى وتحدثت التقارير التي كنت قد أشرت إليها معك عن إطلاق لعدد من الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه الجليل الأعلى الإعلام الحربي لحزب الله منذ دقائق معدودة نشر بيانة أشار فيه إلى أنه أطلق عدد من الصواريخ باتجاه مرابد المدفعية الإسرائيلية في الزعورة في منطقة الجولان المحتل وعليه تكون هذه الصواريخ التي انطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع المدفعية وتحديدا المرابد المئة والخمسة وخمسة وكان قد سبق ذلك أيضا غارة إسرائيلية باتجاه بلدة بليدة وكان أيضا قد سبق ذلك عملية قصف متقطع من المدفعية الإسرائيلية إن كان باتجاه عيت الشعب أو أيضا تلال الضهيرة وهذا القصف يتنوع بدوره إلى جزئين مدفعي عيار مي وخمسة خمسين أو أيضا مدرع من نوع مركافة للدبابات التي هي تتمركز في محيط فكنة برانيت الإسرائيلية التي هي على كتف بلدة أرميج في هذه المنطقة أما بالنسبة إلى الفيديو أو أيضا الصور التي تتحدث عن عملية خروج من بعض البلدات الجنوبية فهي عملية منظمة لخروج بعض الحاجات والآثاث وأيضا المواد التجارية في بعض البلدات من قبل أصحابها والتي كانت تتم في الفترات الماضية منذ أشهر عديدة كان هناك توجه لأن يقوم التجار على مستوى الفرد بعملية الوصول إلى البلدات ونقل حاجاتهم وهذا ما حصل في ميس الجبل حينها غار الطيران الإسرائيلي على البكابات بما أدى إلى سقوط ضحايا بعد ذلك نظمت المسألة بالتعاون مع الجيش اللبناني واليونفل وعليه نجد إلى أنه في كل أيام عديدة يكون هناك قافلة من البكابات الصغيرة التي تدخل إلى البلدات التي إن كان هي على تماثل حدود أو البلدات التي في العمق ويقوم أصحابها وأهلها بنقل حاجاتهم من أثاث للمنازل أو أيضا من مواد تجارية متنوعة من مواد بناء أو أيضا من مواد تموينية كانت مخزونة أو هي صالحة ويقومون بنقلها إلى المناطق التي نزحوا أو التي لجأوا إليها في العمق اللبناني الجنوبي خاصة إلى أن هناك مسألة بغاية الأهمية وهي التوقيت بمعنى إلى أن اللبنانيين كانوا يعولون على أنه مع انتهاء هذا الصيف تكون لربما نهاية للمعارك على الحدود ولكن ما بين شهر 9 وأيضا انتلاقته إلى 10 هي بداية لموسم جديد من المدارس وأيضا من الشتاء وكل يعد عدته لأجل شتاء فلذلك كان هذا عملية الخروج وعملية نقل الأثاث إلى المناطق التي هي أكثر آمانا وأكثر سلامة لهم شكرا جزيلا إذن من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكور يعطيك العافية محمود أعلن منصق الأمم المتحدة للشؤود الإنسانية في لبنان عمران ريزا عن تخصيص حزمة مساعدات طارئة بقيمة 24 مليون دولار من الصندوق الإنساني للبنان لدعم الفئات الأكثر حاجة ومساعدة المتضررين من القصف الإسرائيلي المستمر في جنوب البلاد وقد دع المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للجهود الإنسانية في لبنان قائلا إنه لم تتم تلبية سوى 25% من احتياجات هذا العام وقد حذر المسؤول الأممي من العواقب طويلة الأمد التي وصفها بالمقلقة مع استمار التصعيد في جنوب لبنان إذ أغلقت العديد من المدارس وتتعرض خدمات الرعاية الصحية لضغوط شديدة إضافة لنزوح السكان من منازلهم اشتركوا في القناة معي مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت العميد الركن المتقاعد سعيد القزاح المحلل العسكري سيادة العميد أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث أبدأ من هذه الصور التي كانت قد وصلت إلينا وقمنا ببثها في بداية هذه الساعة الإخبارية المتعلقة بإخلاء المواطنين اللبنانيين منازلهم وحتى المحال التجارية في الجنوب اللبناني هل ذلك يؤشر إلى مرحلة جديدة من هذه الجبهة المشتعلة في الجنوب اللبناني؟ صباح الخير أستاذي الكريم أن هذه الصور التي رأيناها وبس يتموها عبر شاشتكم الكريمة ليست بأمر جديد لأن هذه البلدات والمناطق هي مخلات أصلا وهم الذين نراهم على الشاشة ينقلون منازلهم وأساسهم هم نازحون من الأصل ولكن الآن وعلى أبواب الشتاء وكما فسر جيدا مراسلكم الكريم هم يأتون إلى بلداتهم إلى منازلهم التي ما زالت قائمة ولم تدمر لأن هذه المناطق التي على الحدود الجنوبية الشمالية لإسرائيل جميع البلدات لحقها تدمير هائل وتدمير كبير جدا يأتي هؤلاء النازحون من المناطق التي نزحوا إليها بقوافل وبمواكبة للجيش اللبناني واليونفل وهذا ما اطلعتوا عليه من سكان ومن مواطنين يقتنون تلك المناطق أخبروني أنهم يقومون بتجمع والانطلاق إلى بلداتهم بمواقبة الجيش اللبناني واليونفل بالتنسيق المسبك بين قوات الطوارئ الدولية والجانب الإسرائيلي يدخلون إلى بلداتهم ويخلون منازلهم من الأساس ومن السياب ومن الحاجات التي يحتاجون إليها لتمضية فصل الشتاء وهذا اندل فيدل على أن المواطن اللبناني سكان تلك المناطق أصبح على يقين وهو استثلم للأمر الواقع وعرف أنه لن يكون هناك أي حل بالمدى المنظور ولذلك فهم بحاجة إلى أساس منازلهم وإلى سيابهم وإلى حاجاتهم ومقتنياتهم في المناطق التي نزحوا إليها نعم سيادة العميد فقط ننتقل الآن وأتمنى أن تبقى معي سوف ننتقل إلى هذه النافذة متعلقة بالانتخابات الجزائرية مؤتمر الصحفي إذن ونعود لاستكمال للحوار هل تعلم إلغى؟ مواطنشة أحسنت بروس قطر هذه المنطقة هنا 정도 قطر أهم وهل أعطي رحيه ترجمة نانسي قنقر ثم نعود مرة أخرى لهذه النافذة حول الانتخابات الجزائرية وبطبيعة الحال الحملة وكل التصريحات التي تأتي من هناك أعود للملف اللبناني وتحديدا الجزئية العسكرية معي من بيروت العميد الركن المتقاعد سعيد القزاح المحلل العسكري سيادة العميد طيب الآن يعني إحنا من منتصف أكتوبر واشتدت الوتيرة في نوفمبر الماضي نشاهد هذه الاشتباكات بين حزب الله والإسرائيليين وتزداد حدة هذه الاشتباكات تتجاوز حتى قواعد الاشتباك بين الطرفين اليوم جنابك أين تقرأ هذه الاستهدافات وطريق هذه الاشتباكات مثلا ضربة اليوم أو الاستهدافات اللي صارت اليوم بخمسين ستين صاروخ من حزب الله هل هي شيء لافت لفتك سيادة العميد؟ أستاذي الكريم أن ما نشهده في لبنان الآن منذ سامن من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 هو حرب استنزاف بكل معنى الكلمة حرب مواقع أيضا وهي لا تقدم ولا تؤخر لا تؤثر لا في الحرب في غزة ولا تؤثر في أي هدف آخر يمكن تحقيقه من قبل حزب الله الذي بدأ الحرب أو من قبل إسرائيل جل ما يحدث هو خسائر بالطرفين طبعا الخسائر لدى الطرف اللبناني أو طرف حزب الله هي أكبر بكثير بالبشر وبالعتاد وبالزخيرة وبالأسلحة وبالقيادات فإسرائيل تستهدفه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بشكل يومي وما ردود حزب الله في صواريخ الكاتيوشة وحتى لو كانت صواريخ القراد الطويلة المدى أكثر من الكاتيوشة هي ردود عسكريا لا تقدم ولا تؤخر هي لا تفعل أي شيء سوى أنها هجرت سكان شمال إسرائيل سكان المستوطنات الإسرائيلية هذا بخصوص حزب الله وكان به ما أفهمه أنه إذا ما ناظرنا لهذا الحراك أو كل هذه الردود العسكرية من حزب الله بأنها حتى لا تشكل لا جبهة إسناد ولا إشغال هذا ما أفهمه من كلامك بما تعلق بجبهة غزة بس أنا أحكي الآن عن لبنان ما نشاهد الآن إلى أي مدى قد يصاعد الموضوع إلى مدى أكبر أو مستوى أكثر تعقيدا من الناحية العسكرية لقد شاهدنا عدة مرات وعدة أيام تصعيد كهذا هذه حرب مفتوحة في جنوب اللبناني تتصاعد وطيرتها أحيانا وتخف أحيانا أخرى القوة القتالية تشتد أحيانا والهجمات تشتد أحيانا وتعود إلى انخفاض مرة أخرى 50 صاروخ كاتيوشا على مناطق شاسعة أو على هدف عسكري ليس بالأمر الجلد صاروخ الكاتيوشا البالغ من الوزن بحدود 17 كيلو جرام ماذا يؤثر؟ لا يؤثر ويقع في مناطق مفتوحة ليس هناك أي جديد في التصعيد من قبل حزب الله هذه الرميات التي يكون بها حزب الله هي فقط لإثبات الوجود وللقول أننا ما زلنا مشاغل ونحن موجودون لا تؤثر عسكريا على إسرائيل أنا أقولها هو بحزن وأنا لا هنا عاطفيا أنا أتكلم عسكريا ولا أتكلم عاطفيا عاطفيا قد أكون من أشد المتحمسين لمحاربة إسرائيل ولكن ماذا تنفع هذه المشاغلة؟ ماذا نفعت غير قتل الشباب وتدمير الاقتصاد وتدمير البناء التحتية وتدمير القرى الجنوبية؟ ليس هناك أي شيء جديد نحن ننتظر الجديد من الجانب الإسرائيلي إن كان الجانب الإسرائيلي يريد توسعة الحرب وتصعيد الحرب والقيام بهجوم بري هذا يكون خارج المنطق العسكري لأن المنطق العسكري يقول أنك تربح الحرب في سلاس حالات أن حققت أهدافك دون طلقة رصاص أو أن حققت أهدافك بدون خسائر بشرية من جانبك أو أن حققت أهدافك بالقدر ممكن من الخسائر فإسرائيل اليوم يمكن أن تجر حزب الله في المستقبل إلى الردوخ لقراراتها وإلى كسر إرادة حزب الله بواسطة القصف الجوي والاستهدافات التي تكون بها يوميا له نحن ننتظر إن كانت إسرائيل ستقدم على أي شيء جديد إذن من بيروت العميد الركن المتقاعد سعيد القزح المحل العسكري من هناك شكرا جزيلا متابع في هذه النشرائطا نيويورك تايمز تلمح لإشراف أمريكي على عملية مصياف وإسرائيل تقول إن كوريلا كان يطلع على جبهة الشمال نحن في أزمة حقيقية في ليبيا هم لا يريدون انتخابات لا يريدون للشعب الليبي أن ينتقب رئيس هل يستطيع فرقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وصيد؟ جمود سياسي وفشل في لمي شمل الفرقاء الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع هل فوجهت باستقالة باتيلة؟ أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفتن الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية؟ لماذا يفشل الجميع في حال الملف الليبي؟ ولماذا يهرب الجميع؟ نتيجة الاضطهاد والصراغات والعنف أكثر من مائة وثمانية ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم في أكثر من مائة وخمس وثلاثين دولة هربوا باحثين عن المأوى عن الغذاء والرعاية الطبية فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايف والحكايات تختزل بين السمود والبقاء المدينة الأطراف أهلا بكم انطلقت اليوم حملة الانتخابات الرئاسية في تونس لتتواصل إلى غاية الرابع من أكتوبر المقبل فيما تدخل الحملة خارجها يومها الثالث وبحسب هيئة الانتخابات فإن الحملة سوف تجري مراقبتها من قبل ألف مراقب وأكثر من ألف وخمسمائة صحفي محلي وأجنبي ومنظمات المجتمع المدني وعشية انطلاق الحملة تظاهرت أحزاب ومنظمات تنديدا برفض هيئة الانتخابات إعادة مترشحين للسباق الرئاسي وللمطالبة بالإفراج عن سياسيين وإعلاميين معتقلين وسوف يخوض السباق الرئاسي في تونس كل من الرئيس قيس سعيد وزهير المغزاوي إلى جانب أمين عام حركة عازمون العياش زمال الصادر في شأنه مذكرة إداع بالسجن في حين رفض المرشح الرئاسي زهير المغزاوي الانسحاب من الانتخابات أما الرئيس المنتهي ولايته سعيد فقد استبق الحملة الانتخابية بإجراء تعديل وزاري شامل وسط مطالبة خصومه بتفويض صلاحياته للفصل بين المهام الرئاسية والحملة الانتخابية وقد رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ حكم قضائي يقضي بإعادة كل من عبداللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي للسباق الرئاسي قالت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نجلاء عبروقي إنه من حق فريق حملة المترشح الرئاسي العياش زمال القيام بالحملة الانتخابية لمرشحهم وأضافت أن مشاركة المترشح العياشي الموقوف على ذمة قضايا في حملته الانتخابية من عدمها هي مسألة من شأن القضاء وأشارت إلى أن فريق حملة زمال قام بكل الإجراءات اللازمة قانونيا والتصريح بهوية الوكيل المالي المترشح إضافة إلى صورة المترشح الرئاسية والبيان الانتخابي وأوضحت في السياق أن من حق فريق حملة زمال القيام بالحملة الخاصة بمرشحهم مع التزام بالأعلام المسبق بـ 48 ساعة لكل نشاط مبرمج معي مباشرة من تونس المحلل السياسي جمال العرفاوي أهلا ومرحبا بحضتك سيد جمال على شاشة الحدث مع بدء هذا النشاط الانتخابي والحملات الانتخابية والإبقاء الآن على ثلاثة مترشحين واحد منهم وهو العياشي الزمال ما زال موقوفا في السجن كيف تقرأ الإقبال على هذه الانتخابات وهل النظرة إليه لربما تعبر عن عدم مشاركة مثل ما حصل في التصويت على سبيل المثال السابق أعتقد أنه من السابق لأوان الحديث عن نسبة المشاركة لأنه في ظل المنع الذي القرار انتخذته هيئة الانتخابات بمنع إجراء عمليات صبر الآراء فإننا وكأننا نسير في الظلام لا نعرف اتجاهات الشارع التونسي الناخب التونسي من حيث خياراتها أو من حيث نسبة مشاركته في تقارير تتحدث سيد جرال هناك ما سأقول هو حملة قليل كنا في صدارة هذا الخبر كنا نشير إلى مظاهرات من المواطنين تعترض ربما على هذه الانتخابات أو تنظيم هذه الانتخابات تعترض على بقاء بعض الأسماء في السجون حتى هذه اللحظة لا نتحدث هنا فقط عن النهضة إنما نتحدث أيضا عن التيارات السياسية الأخرى بالفعل الشعارات التي رفعت بالأمس هي شعارات عالية جدا تطالب بالحرية وحرية المشاركة وحرية التنظيم عرضنا إلى المربع الأول وعرضنا إلى مطالبات سنة 2010 أواخر سنة 2010 وبالتالي فإن المسيرة التي جرت يوم أمس كان الهدف منها هو تحقيق الحد الأدنى من الحريات وهي حق التنظم حق الترشح حق الانتخاب وبالتالي فإنما المطالبات التي جرت يوم أمس هي مطالبات غريبة لحد ما وخاصة وأن قطعنا شوطا كبيرا منذ 14 جنف إلى حد هذا اليوم وكنا نعتقد أن هذه المطالب أصبحت من الماضي ونتهيأ المطالبة بأشياء أخرى على قبيل المطالبة ببيئة سليمة والمطالبة بتحسين ظروف العمل لكن للأسف شديد عدنا إلى المربع الأول بالنسبة لوجود سجين مرشح سجين هذا ليس غريب على المشهد الانتخابي في سنة 2019 كان السيد نبيل قربي زعيم حزب قلب تونس كان في السجن حين انطلقت الحملة الانتخابية ولم يطلق صراحة إلا بعد أن مرى الدورة الثانية قبل أيام قليلة من موعد الانتخابية يومها رائع لكن ما أقوله أو ما تقوله للتقارير لا نتحدث فقط عن شخصية الآن موجودة في السجن نتحدث كذلك عن ثلاثة أسماء سابقة تم استبعادها من السباق الانتخابي نتحدث كذلك عن وجود العياشي سمال بسبب مذكرات الإداع في السجن نتحدث كذلك عن شيء من المعارك القضائية إذا صح التعبير بسبب مقالة المحكمة التونسية العليا والتعارض الذي جاء من الهيئة الانتخابات كل ذلك لربما يجعل هذه التقارير تتحدث صراحة بأن أجواء الانتخابات مشحونة وهناك أجواء تجعل من هذا السباق الانتخابي لربما لا يتحلى بالنزاهة والحرية الكاملتين بالفعل سيد الكريم كل تقريب المنظمات المحلية والدولية أشارت إلى هذا إلى ما كنت تتحدث عنه وهو أن هذه الانتخابات لا تحترم المعايير الدولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كل ما نخشاه أنه قرارات المحكمة الإدارية التي عادت من جديد وأصدرت قرارات فردية لكل المترشحين المسبعدين بأنه من حقهم أن يعودوا إلى مربع السباق وكل ما نخشاه أن يتم الطعن لدى المحكمة الإدارية بعد الانتخابات بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية يتم الطعن في نتائج الانتخابات وهذا ما نخشاه وما لا نتمنى لأنه سيدخل البلاد في حالة من عدم الاستقرار بالتالي هنا سؤال لربما لافت قد يطرح المواطن التونسي أستاذ جمال يعني عندما يرى أنه فيه هناك أسماء وافقت عليها المحكمة العليا والمحكمة الإدارية وتخرج هيئة الانتخابات لتصر على الموقف بمنع تلك الأسماء من المشاركة في السباق الانتخابي تتوقع شو هي الذهنية أو شو هي الصورة الموجودة في ذهنية المواطن التونسي تجاه هذه الانتخابات لهيك بلشت حوارنا بإني أسألك كيف تتوقع المشاركة بالنسبة للمواطن التونسي بهالانتخابات هناك انقسام في تونس هناك بين من هو يؤيد قرار المحكمة الإدارية وهناك من يقول أن الهيئة الانتخابات هي على حق لكن رجالات القانون قالوا أن الهيئة الانتخابات مجبرة على قبول قرارات المحكمة الإدارية مثل ما فعلت في الانتخابات السابقة انتخابات سنة 2019 وسنة 2014 كانت قرارات المحكمة الإدارية كانت تتم تطبيقها دون أي نقاش سيد الكريم المحكمة الإدارية هي آخر حل بالنسبة لتونسيين في غياب المحكمة الدستورية وبالتالي فأين سيذهب المواطن أو المرشح أو الناخب إلى أي جهة يمكن انتقاذها لديها في حين يرى وأنه قرارات المحكمة الإدارية لا تطبق رؤسات دول السابقين طبقوا بمن فيهم الدكتاتور زيل عبد بن علي طبق قرارات المحكمة الإدارية هذا شيء مربك ويترح حدة أسئلة حول دولة القانون والمؤسسات في تونس وبطبيعة الحال تحدث رئيس قيس سعيد المنتهي ولايته عن استمرار حرب التحرر الوطني هذا جاء في معرض تصريحاته الأخيرة شكرا جزيلا من تونس المحل السياسي جمال العرفة وشكرا أكد ممثل مجلس النواب الليبي في مشاورة أزمة المصر في المركز الهادي الصغير أن الاجتماع الأخير قد شهد خلافات حول تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المصرف أو تعيين محافظ جديد بشكل مباشر وأوضح أن البعثة الأممية قدمت اقتراحات غير ملزمة ولم تفرض آلية محددة لحل الأزمة مشيرا إلى أن مجلس النواب لا ينسق مع المجلس الرئاسي في المشاورات بل تقتصر المناقشات على التعاون مع مجلس الدولة فقط وقد أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أزمة المصرف المركزي في ليبيا قد أدت إلى شل الاقتصاد في البلد وأثرت مخاوف جديدة من الصراع مسجلة خفاضا في صادرات النفط بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة واشنطن بوست قالت أن مصرف ليبيا المركزي باعتباره المستودع القانوني الوحيد لثروة ليبيا متوقف عن العمل وأشارت إلى أن النزاع الأساسي يدور بين مخططات سماسرة السلطة المتنافسين على عائدات النفط وذكرت الصحيفة أن تلاعب دبيبا بالمصرف المركزي لتحقيق غاياته الفاسدة جعل المحافظ الصديق الكبير يرحب بحفتر أوضحت الصحيفة أن دبيبا وحفتر يخضان معاركهما بوسائل أخرى في الوقت الحالي مما يعني أن هناك سلاما غير مستقر في ليبيا معين من بنغازي الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث سيد الأسمر بصرف النظر الآن عن أي من هذه المواقف صحيح وأي منها خاطئ موضوع هذه المفاوضات الجارية بين مجلس الدولة والبرلمان بعيدا عن المجلس الرئاسي لن تسهم بالتوصل إلى حل أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله نعم بعيدا عن الحياز لأي طرف من الطرفين مباحدات بين مجلسي النواب والدولة باستثناء الرئاسي إلى أين يمكن أن تفضي ما أورده عضو مجلسي النواب الذي تم صغيته في التقيير منذ قليل هم مهم جدا الإشارة إلى موقف البيعة الأممية الأمم المتحدة أين دورها أن أزمة اليوم في ليبي بخصوص مصف مركزه أزمة اختصاصات إذن قارد يصدره الرئاسي أعترض عليه البرلمان بأنه ليس يدي صفة هنا والاختصاص منوط بمجلسي النواب بتشوى معجز الدولة وفقا للمادة الخمسة العشر من اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015 إذن أحد أهم ملامح الأزمة في ليبيا ليس في هذه الضائقة متعلق بمصف ليبيا المركزي فقط بل في عديد الأزمات هو وقوف الأمم المتحدة الموقف المحايد بينما هي ما بين الأطراف المختلفة هي الضابط في تحديد الاختصاص خاصة أن هذا الاتفاق تم بإشراف ورعاية وضمان الأمم المتحدة بعيدا عن الرئاسي ما الذي يمكن إنتاجه يجب إشراك الحقيقة الرئاسي كونه طرفا مدانا والاستماع إليه في كيفية آلية الخلوص إلى توافق إن حل المشكلة يكمن في صحب الرئاسي لهذه القرارات إذن أن الطرف المدعي للقرارات الرئاسي يعتبر هذه القرارات نافدة وداتة مرجعية ومصدقية وفي ظل عدم التواصل مع الرئاسي يا سيد الأسعر إذن ذلك سوف يؤدي بالضرورة إلى لا حل يعني اليوم الأزمة ليست بين الدولة وليبيا كنا زمان نشاهد وكنا شاهدين على عملية المحاولة التوصل إلى توافق بين النواب ومجلس الدولة فكان الجانبان يجلسان ويتفاوضان في محاولة للتوصل إلى توافق اليوم المشكلة ما بين هذين الكيانين اليوم المشكلة مع الرئاسي في ظل استبعاد الرئاسي كيف سنصل لحلول وهذا ما أشرت إليه المشكلة مع الرئاسي ليس هناك خلاف بين مجلسين نواب والدولة على أن اختصاص منصب محافظة لليبيا المركزي من ضمن مناصب السيادية السبع من اختصاص مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة إذن لدينا نقطتين الأول المتحدة يجب أن تكون بدورها في الضبط وتحديد الصلاحيات وكذلك إشراك الرئاسي في النتائج بأن يكون حاضرا بإلزامه بسحب هذه القارات إنها مباحثات بهذا الشكل هي مبدئية وأولية لإحالتها للبعتة ثم من خلال البعتة يتم إحالتها للرئاسي طالما بالبعتة الأممية اقتصر دورها وهي ارتضت لنفسها بأن تكون مجرد منصق وليس ضابط بالتالي اليوم نحن الإشكالية الحقيقية تم إنفاذ قرار لغير دي صفة واختصاص وهو مجلس الرئاسي وأصبح هناك محافظ أو نائب محافظ بالأحرى يمارس الدور المهني والسيادي أيضا في منصب السيادي قيادي بغير دي حق في الجهة المتخدة للقرار انظر سيدي الكريم والأخوة المشاهدين اليوم أزمة مصر في ليبيا المركزي لن تحل حلا جدريا إلا بإنفاذ القرارات التي آلت بها الأمم المتحدة على نفسها واصدر مجلس الأمم بها قرارات كذلك بداية مسخرات وصولا إلى ما تم إقراره في 16 أبريل 2021 وعشرين قارات خمسة وعشرين سبعين خمسة وعشرين واحد سبعين بشأن توافق بين الأطراف أنذاك كان يخصه هذا الكلام معناه سيد الأسمر للأسف سيد محمد الأسمر سيد محمد الأسمر للأسف هذا الكلام وللأسف مرة أخرى معناه أنه حتى هذه المؤسسة أو هذا الكيان الوحيد الذي يتسم بالاستقرار في ليبيا سوف يكون مصيره للأسف في الانهيار بالتالي انهيار ليبيا يعني تصريح للصديق الكبير قال حتى هذه اللحظة على المستوى الدولي إذا ما حكينا عن الأوضاع المالية توقفت أكثر من ثلاثين مؤسسة مصرفية دولية كبرى عن التعامل معه صحيح انظر أخي الكريم أنه منذ يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس محليا ودوليا يعتبر مصرف ليبيا المركزي مؤسسة منقسمة ومنهارة من ناحية التعامل الخارجي ومن ناحية الإدارة الداخلية ومن ناحية تعامل المرسلين والمؤسسات الوسيطة لتعاملات المصرف المركزي وهي أكثر من ثلاثين مؤسسة دولية عاملة في هذه الوسطات الخطر الآن أكبر يطار الخطر الآن المصرف الليبي الخارجي الذي يستوعب مبيعات النفط ووارداته ثم يحيلها للمصرف المركزي والمصرف الليبي منذ 3 سبتمبر قد صرح بأن هناك إحاطات بل وإبلاغات من المصادر الدولية المتعاملة بأنها لا تستطيع التعامل مع المصرف الليبي الخارجي في طار انشطار وانقسام السلطة الحاكمة لمصرف ليبيا المركزي وبالتالي هذا يرتبط مع أزمة المصرف ثم بعد ذلك مع أقفال الحقول ومال النفطية وهذه المنظومة منذ يوم 28 أغسطس قائمة فعلا بالانقسام الذي سيهدي حتما مع الإطالة إلى أنهيار تام شكرا جزيلا إذن من بن غازي الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافية ألمحت صحيفة نيويورك تايمز إلى إطلاع وإشراف الجنرال الأمريكي مايكل كوريلا على عملية إنزال مصياف في سوريا وذكرت نيويورك تايمز أن إسرائيل أبلغت الجنرال الأمريكي بهذه العملية لكن الجيش الإسرائيلي قال إن كوريلا سافر إلى إسرائيل مع مسؤول آخر لمتابعة الجبهة الشمالية مع لبنان حيث كان في غرفة قيادة الحرب الشمالية الإسرائيلية تحت الأرض وقال مسؤولون غربيون إن إسرائيل ضربت منشأة لإنتاج الصواريخ لحزب الله قبل أن تخترق قوات الكماندوز الغرف الداخلية للمنشأة وأكد المسؤولون لنيويورك تايمز أن قرار إشراك القوات على الأرض كان بهدف زرع عبوات لضمان تدمير المنشأة في مصياف بالكامل وقال مسؤولون إن المنشأة التي تسمى مركز الدراسات والبحوث العلمية كانت تستخدم لصنع صواريخ موجهة بدقة لحزب الله ذكر معهد العلوم والأمن الدولي نقلا عن مسؤولين استخباراتيين غربيين أن إيران قد استأنفت أنشطتها النووية وذلك في موقعين تابعين لمشروع آماد الذي استخدمه لتطوير الأسلحة النووية الإيرانية في أوائل الثمانينيات وبحسب التقرير فإن الأنشطة التي لم تتضح طبيعتها تزايدت في موقعين إذ تشمل هذه الأنشطة تجاربا فجارية وتطويرات فنية مما يزيد من المخاوف بشأن احتمال انتهاك إيران للاتفاق النووي تصعيد جديد بين المملكة المتحدة وروسيا إثر ترضي الأخيرة ستة دبلوماسيين بريطانيين بعد اتهامهم بالتجسس الاتهامات نفتها الخارجية البريطانية وسط توجه رئيس الحكومة كيرستارمر إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن تابع المزيد من التفاصيل في تقرير مديرة مكتب الحدث في لندن ريمة مكتبي لا ينقص روسيا ولا بريطانيا الوسائل لخوض صراعاتهما دبلوماسية آخرها ترض روسيا ستة دبلوماسيين بريطانيين بعد أن تهمهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي بالقيام بأعمال تجسس وتخريب من جهتها نفت الخارجية البريطانية هذه الاتهامات وقالت إنها لن تعتذر عن حماية مصالحها الوطنية التصعيد الدبلوماسي الروسي البريطاني هذا لا يأتي من عدم إذ يتزامن مع زيارة رئيس الحكومة البريطانية كيرستارمر إلى واشنطن والتي توقع أن يبحث خلالها مع نظرائه الأمريكيين زيادة تسليح أوكرانيا ستارمر قال للصحفيين المرافقين على طائراته المتجهة لأمريكا إن بريطانيا لا تسعى لأي صراع مع روسيا وإن روسيا غزت أوكرانيا بشكل غير قانوني وبإمكانها إنهاء الصراع على الفور وطبعا في خلفية الصراع الروسي الغربي القديم الجديد أسلحة نوعية تريدها أوكرانيا من الغرب وهي صواريخ بعيدة المدى ستورم شادو وهو ما لن ترضى به موسكو وتحاول إقافه اتقال إلى أمي عنويني هذه الساعة لبنانيون يخلون منازل ومؤسسات تجارية من قرى حدودية جنوبية بتأمين من الجيش واليونفل موسيقى صحة غزة تعلن سقوط 64 قتلا خلال 24 ساعة ومقتل خمسة بغارة إسرائيلية على مواقع لتعبئة الوقود موسيقى انطلاق الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسة التونسية وحملة المرشح الموقوف العياشي زمال تبدأ حملاتها موسيقى مجلس النواب يكشف عن نقاط الخلاف حول أزمة المصرف المركزي في ليبيا وتراجع صادرات النفط موسيقى تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها أيضا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نت للاطلاع على المزيد من الأخبار موسيقى يلقاكم على رأس الساعة الزميل محمود الوروالي بقوا دائما معنا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر